تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين التي أعلنت عنها قطر في أبريل 2018 أكدت تلك القائمة ورود ما يقارب 95% من الشخصيات والكينات التي حددتها دول مقاطعة لقطر بأنها مدعومة من قطر وأنها كينات بعضها قطري وبعضها غير قطري تلك القائمة القطرية أكدت تلك الحقيقة فبالتالي قطر اعترفت بشكل ليس ضمني ولكن بشكل قانوني أنها داعم للإرهاب